يا أهل المسهلا أهل وسهلا أهل وسهلا أهل وسهلا أهل وسهلا أهل وسهلا أهل مسهلا بيك اتفضل اتفضل أنا في الحقيقة جاي عشان خاطر اعتذر لحضرتك وتأسفلك كتير جدا على اللي حصل يوم حضرتك جيت يعني عنده أستاذ نبيل يعني وطريقة معاملة أهل وسهلا مع حضرتك ووسيلة نفسها طريقتها ما كنتش لطيفة ولا يهمك حصل خير بقى حضرتك جز وسيلة آه لا ومش جزء بس ده دي يعني حب العمر بقى وأنا حبها الأول وقصة كده ليها تفاصيلها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مدام كده بقى أكيد لازم تحبلها الخير ولا إيه آه طبعا بحبلها الخير دي مراطي وبعدين أنا لما بحبلهاش الخير كنت احتفظت بالكارت بتاع حضرتك أصلا احتفظت بيه عشان خاطر لما عوز أجل حضرتك أجي يعني واستفسر عن موضوع السروة ده وشوية تفاصيل عنه كده يعني الموضوع بكل بساطة زي ما قلتلكم فيه مليونير اسمه قاصد خير بقى لزوجتك وسيلة نبيل شرف كل أموال وممتلكاته وخاص بالتلت لما هسانيا آه طب بالنسبة للموضوع السروة دي هو ده الوسيلة ورث ولا بيع وشيرة؟ لا لا ده بيع وشيرة مالوش دعوة الورث خالص السروة دي بقت من نصيب مراطك من حقها هتستلمها لا هتستلمها يعني هي من جهة هتستلمها هتستلمها آه يعني بس بس هول موضوع زي ما تقول حدقا كده محتاج شوية ترتيب عشان خطر نعرف نقنعها نقنعها؟ نقنعها بصر وعمرها ما كانت تحلم بيها؟ أنا آسف يعني في كلامي بس لا آسفك معاك يا أخويا آسفك معاك أهلا أمو ليه؟ بس هتعمل ايه بقى؟ ماهو فيه ناس زي ما بيقولوا كده فقرية ما بيقدروش لنعمل لربنا بيدهالهم بس انت شكلك فاهم ومؤثر صابعك بزاي بعضيها ما أصلانا مؤمن بحاجة أن الفرصة ما بيجيش في العمر إلا مرة واحدة عشان كده الواحد يجب يستغلها ونوي تعمل ايه؟ أبدا هقف جنب مراطي عشان خطر تستلم فلوسها وتستلم الصروة بتاعتها ما ليه؟ بس أنا محتاج مساعدتك وليك الحلاوة يا سيدي طالما كل واحد هياخد مصيبه وحنرجع لحق الأصحاب وأنا تحت أمرك الله عليك الله عليك يا أستاذ فاهد بس هم من جهة أصحابه فهم أصحابه فعلا بس هم مش عارفين مصلحتهم أنا بقى هعرفهم وحشتيني أه؟ عدد نجوم السلامة يسير وحشتيني أه؟ عدد كلام اللي هنا يسير وحشتيني أه؟ وحشتيني 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 نعم ايه نعم يا حبيبتي دي اللي توقف الماء في المواصير ايه ايه نعم ايه بقولك وحشتيني بحبك ايه المشكلة يعني؟ ايوم احنا كل يوم بنفترق نرجع لنجمع تاني الجديد يا يا سيدي سخيط النهاردة لقيتني بحبك زيادك وحشاني حبتين وبعدين من أصل الجوزك ده راجل حسيس ما بيحبش يعني يدوشك بمشاعره كتير بجد يدهم مو ؟ طبعا بجد يا وسيل انا بحبك وأنا جوزك اللي حسك بعرفي ان اليوين دول بالذات انت محتاجيني ولازم نقف جنبا بعض بدني ما يخليك لي يا حبيب ممم kannst ما فيش كام إيدك؟ ما فيش جديد؟ جديد فيه يعني الرجل المجمول المحامي ده كلمك تاني أي حاجة في السكة دي يعني؟ لا من يوم ما طردناه ما عرفش عنه حاجة ومش هايز اعرف وصل اللف ده يا ده الرجل نحس ونكدي بغوصلنا الليلة بس بيني وبينك أنا الآن وفيه فرصة حرب قد كده بلع فعب ما ازي يا؟ مش عارف حسس اللي اسمه 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 قاصد قاصد؟ قاصد خير ده مش عارف شكله شمال كده وكل شغله شمال مني اسم الجيف وورق يخصه ممكن حد يبقى بينصوب لك خية ولا عايز يورطك ولا أي حاجة في السكة دي يعني؟ خيط ايه؟ أنا هنأخصم ايه دي بس ايه دي موضوع ما ينتخدش قفش كده؟ موضوع محتاج ان احنا نفكر فيه بالراحة عشان نعرف نفهمه انا رأي ايه؟ ان احنا نروح للمحامي ده ايه دي كده ما تبقى الرئيش استهد بالله؟ احنا نروح للمحامي ونحاول نشتري منه على قد ما نقدر يمكن نفهم منه حاجة يقع بكلمة كده ولا كده وفي الآخر ونماضين على تنازل وناخد نسخة من التنازل ده ونديله النسخة بتاني ونقوله ان لو جاب اسمك في اي حاجة هنرفع عليه قضية طعمات تفتكر؟ طبعا انا افتكر كده يا واسم الله يا حبيبتي الناس اليوم انتهم مبقاش ليهم امان كله بيرمي بلوي على بعضه وانا بنقى ان جوزك لازم احميك لازم اشيلك في عناية كمان ماشي بنعمل كده هيل هيل تسلم ايدي ام جاهد؟ مش هتدخل تنام؟ هنام فين بس يا سمر بيجي منين النوم؟ ايه مالك؟ متضايق كان نفس اعمل عقيقة للبنات سنتي عارف المرتعب على الأد ويدور بيقضي والعافية بندور زق هو يعني لازم نعمل عقيقة؟ فيها سمر منظري قدام صحابي في البنك الامج 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 استغفى الله العظيم ايه متش؟ ده لو كان معنا فلوس انما احنا معناش فلوس يامجاه بلاش فاشخرع الفاضي اوانت ليه يا سمر مش معاي على نفس اللاين؟ انا دخل اشقر على البنات وهدخل انام تسبح على خير استني بس اقولك اقولك اه هو اخبار ماما ساميها ايه؟ الو ايو انا وسيلة مين معاي؟ انا فايق غالب المحامي يا وسيلة هنم نعم عايز ايه؟ انا مش عايز حاجة انت اللي عايزة انا مش عايزة حاجة غير انك تبعد عني بأم صروتك دي على فكرة دي صروتك انت وانا مجرد وصيت كل مهمت ان نسلمها لك استلم صروة معرفش صاحبها ولا اصلها ما هو انت لو ادتيني الفرصة انا هقدملك كل الأوراق اللي بتثبت كل مصادرها قلتلك مش عايزة حاجة يا اخي وبالعافية ألماظ 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 اعملي بس اربي في مصيبتي كمان اللي بقى عليك بقى تعالي عوجي هنا جمدي عايزةك تعالي نعم تعالي يا حبيبتي خدلك الحتتين دول تسلي في تطبيقهم يلا يلا سلي نفسك ايه يا سواء حبيبتي ايه هو ايه المشكلة اللي حصلت في بيت عميتك يوم عدمات وسيلة مشكلة ايه يا ماما مفيش مشكلة ولا حاجة يا بيت ما تخبيش عليها يا بيت ده نمك كتمت اسرارك يا ماما مفيش حاجة ولو في حاجة انت عارفاني مش هخبي عليك اسمعت كنت بتكلم أحمد في التليفون وحست اني في مشكلة بمل عيد الميلاد يا بيت حكي لي ايه تفاصيل يا بيت انت بتسنتي حليا في التليفون يا ماما انا بتكلم مع ختيبي ايه بتسنت ويه المشكلة يعني ايه بتحكي لي�� بت اللي حصل تفاصيل يا بيت بالظبط بتاعت المشكلة يا بيت طب انا حقولك على كل حاجة يا ماما بس تواعديني ايه وتجيبي سرع الحد وخصام بابا بعد ما يرجع من السفر اوعيديك يا بيت تشكي فلساني لو حد قريب حاجة احكي بس احكي اللي حصل ايه اللي حصل ايه بححكيلك واحنا في عيد ملاد وسيلة جي واحد ما نعرفوش كده اسمه فيق المحامي ومعه وصية من واحد اسمه قاصد ايوه هو قاصد ده بيقول انه قاصد ده بقى سب كل فلوسه بعد ما مات لوسيلة وعمتي سامية وبيقول كمان انه وسيلة تبقى بنته بتقولي اسمه قاصد ايوه قاصد انتي تعرفيها ماما ها؟ لا لا هعرفه منين ده حتى اسمه غريب قوي ايه قاصد دي؟ ايوه المحامي يكلمني النهار ده على فكرة ايه ده بجنب يا شيخة يعني هكون باشتغلك يا ادهم هم اللي منده المدهزار يا بيدي بس ايه ايه ها؟ وقالك ايه؟ كان عايزنا نروح استلم الساره لا 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 ألف ألف مبروك ألف مبروك يا وسيلة وانت قلت له ايه ها؟ قفلت السكة في وشه طبعا ايه ده يا وسيلة يا الله؟ مالفين اللي لقنا اتفقنا عليه؟ ما عارف بقى يا ادهم ما قدرتش كنت متغزى منه قوي حساه زي ما يكون جاي يعريني ويديني التمن هو من جهة هيعرينا فهو هيعرينا اه طبعا الله لو معرفناش تفاصيل الحكاية وامنا نفسنا من شره انا عارف بقى هو ده اللي حصل هممم ما الحوة انا هكبرت اللي اتماعات معاه والروح بدقنا قابله عشان خطر نوقف عن تحده أنت هتعرف طريقه منين اصلا همم؟ اه確د مشكلة مشكلة فعلا، اممم الموضوع طريق اوه يا سيتي استنيه بتكرت ومش هو ساعة ما جيه كان ما طلع الكارت بتاعه وانا اخدته منه بقى في وسط المعمعة دي يعني يا ريت هو ما جيه ولا ساب كروت ولا شفنا قوشه أصلا هنعمل ايه بقى يا وسيلة ده قدرنا ولازم نتحمله بس ما دي لقيش انا هفضل جملك ومش هسي بيك ابدا تصدقين اهلا وسهلا يا وسيلة هنم اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا وسهلا يا أستاذ اهلا وسهلا بحضرتك ادهم جوزي بجد منور يا أستاذ لا ده بنورك والله بنورك يا فاندم تفضل تفضل يا حبيتي تشربوا ايه؟ بقول لي يا أستاذ فايق عشان انا مش جاي بضايف بصراح انا عندي استفسار صغير جاي عرفه وامشي على طول هو انا تحت عمرك تفضلي بالنسبة القصد بيه ده كان بيشتغل في ايه بالزبط قصد بيه كان من كبار رجال الأعمال وشغله في مجالات كتير اه طيب معلش توضيحا بس لسؤالها يعني هو مجالات كلها دي اللي هو عنده يعني كلها في النور ولا في منها شمال في منها في الضلمة لايه ضلمتي يا فاندم دي كلها مشروعات كبيرة واملاقة والأعمال لزي دي ما تبقاش إلا في النور بمساعدة الحكومات ياه للدرجات دي حكومات على سبيل المثال قصد بيه شريك في بيربترول في العراق ليه أكتر من حصة في ثلاث بنوك نص مصنع عربيات في مصر ايه دا ايه دا بيقول كبيربترول دا راجل بقى من الرجال التقال قوي يعني والنضاف أهم دا غير حساباته في البنوك والعمارات والفلال من أتورى في كل حدة ايوة يعني معانيهوش ديون ولا متورد في مشكلة مع حد ممكن تدرني أنا في حاجة ديون ايه يا فاندم ديون ايه دا قاصل بيه مدين بلاد وعندي الأوراق اللي بتسبت دا لو حبيتي تضطلي عليها أنا تحتقونك لا أنا مايهمنيش وأنا مش هستلم الصروة دي أصلا ممكن أعرف ليه عشان أنا مش بنته يبقى ورسه بأمارة ايه مين قال انه بيورسك دا كاتبلك صروته بيع وشرة بيع وشرة ها ركزي بيع وشرة ويكتبها لي أنا ليه وإحنا مفيش بيننا أي صلة أصلا والله دا سؤال إجابته عند قاصد بيه الله يرحمه طبعا وأنا مش هستلم حاجة لما معرف الإجابة عن إذنك جرائية وسيلة رايحة فين يعني فاي بيه يعمل لك ايه يروح يجيب الرجل من الطرب عشان يجاوب على أسئلتك الله ما توحودي كده خلينا نكمل الكلام إيه أدهم الكلام خلص خلاص طالما أنا معليهاش أي مسئولية ومفيش أي حد ممكن يرفع ليه قضية من تحت راس قاصل ده يبقى خلاص نكمل أعدنيه يلا طيب حبيب تفضلي تفضلي يا ناس أسفين جدا أسفين أنا يعني انت عايز نسلم الثروة دي؟ وليه لا الله هو الرئيب يطلب منك في الوصية اللي تغيري اسمك أو تنسيب نفسك ليه؟ لا أعمال إيه ده كل ما في الموضوع نوهاب لك الثروة والناس؟ مش هتقول حاجة؟ يا ست تولع الناس ليك عليّ اعمليه لي توكيل بس وأنا هقوله أنه هو أبوه يا أمي توكيل؟ يا أهلا يخرب عقلك يا ست لو مخويناني مشيها بالطريقة اللي أنت عايزاها يا أبني حتى لو عملت لك توكيل برضو الناس هتقول لي ماهم عارفين حال إنت كويس يا ست ملعوني أبو الناس الله لا يا وسيلة فيها ما انت عتفقالي من تبوك يا أهلا يا وسيلة فكري بالراحة كل الأزمات اللي فعلتك دي سببها الفلوس يعني فلوسك دي لو جدت هتحل أزماتهم كلهم ها؟ فكريه لا يا أدن مش هينفهم مش هقدم وسيلة كان فيك حاجة عايزة أقولها لك وغصبا عنك أدمها بس أقولها لك أنا كان نفسي في الفلوس دي عشان تجابني حتى تدعيل وتعمل العملية ونبقى عيلة عيلة بكت ويبتعاملة ايه بقى يا وسيلة يا بنتي؟ الحمد لله يبقى كويس انك جيت يا أهلا عشان أوضح لك سوق التفاهم من لا حصل تسلم أيديك يا ستة الكل لا هو من جهة فيه سوق تفاهم هو فعلاً فيه سوق تفاهم عشان كده أنا خدت وسيلة وروحنا للمحامي ليه بقى؟ عشان نفهم أكتب أنت روحتي للمحامي؟ ردي أه؟ أه؟ وأنا كان لازم أفهم إيه الحكاية يعني؟ وفهمت إيه بقى؟ أنا أقول لحضرتك بقى أنكل أصد كان كاتب لوسيلة الصروة كلها بيع وشرب مش ورثة زي ما احنا كنا فاهمين ودي تفرق في إيه بقى إن شاء الله؟ لا تفرق كتير يا بوحميد ده معناه أن وسيلة بنت بابا نبيل وبنت ماما سامية حتى لو راح تستلمت الصروة الله، لازم وتستلمها بأي حق بقى يا سيادها؟ بحق أن الرجل كتب لها الصروة كلها بيع وشرب يا سلام، وعمل كده ليه إن شاء الله؟ والله يا حضرتك بقى ما تعرفيش، ممكن يكون حس إنه غلط في حقكو فحب على أخر يامو يصلح غلطته دي، أو يعمل خير حاجة يعني في السكة دي حلو قوي الكلام ده، طب ليه بقى قاصد ما وزعش علينا بيئة الصروة؟ موانا إيه وأنتو إيه يا تيكو يعني؟ واحد طبعا يا حبيبتي، مش كده ولا إيه؟ كده إيه؟ واحد سهينك أنتو هي ماما، أنا متأكدة أن أنا بنتكو، دي ما فيها الشك يعني زي ما أنا متأكدة أن قصد خير ده مجنون رسمي، دي مفروغ منها برضو والمجنون ده كتب لنا الصروة كلها، نرفصها؟ قصد يعني يعني إيه، يعني نرفص النعمة؟ يا سلام؟ بص يا بابا، أنا فكرت كتير في الموضوع ده، لقيت أن عندنا مشاكل كتير قوي حلال فلوس، يعني مثلا، أنا نفسي أعمل عملية وأخلف، أحمد ينفذ مشروعه، طارق نفسه يأمن مستقبله، صامر عندها بنتين عايزين يتربوا، فلو الفلوس هي اللي هتحللنا كل مشاكلنا يعني كعيلة، أنا ما عنديش مناعة ضحي، في إيه؟ تضحي؟ تضحي بي إن شاء الله؟ أستلم الصروة وأفريجها لنا كلنا بقى؟ إنت؟ إنت يا وسيلة اللي بتتكلمي كده، وإنت اللي أعقل وحدة فيهم؟ يا ماما فهميني؟ شخ رسي ولا كلمة، إنت عارفة كده بتعملي إيه؟ تعارفة ولا مش عارفة؟ إنت كده بتضحي بصمعيتي مش عارفة؟ ممكن ما تفهمينيش غلط؟ غلط؟ فعلا أنا كنت فهماكي غلط، بس دلوقتي بس قرفتك صح؟ يا سيدي فهميني بس؟ يا ماما وسيلة ما تقصدش حاجة أي ما قولوا، قولوا كده، عايزين تحلوا أزماتكوا على حساب سمعيتي وشرفي؟ يا ماما سامية صدقيني محدش هعرف حاجة أقسملك؟ اسكت ولا كلمة انت بالذات، حاجة ما تخصكش، بس الحق مش عليك، الحق على أبراتك، اللي هي بنتي، سكتة ليه؟ كلامكو ده، إذا كان بيدل على حاجة، فبيدل على أخلاق واطية، عمري ما كنت أتصورنا موجودة فيكم، يا بابا، إتي سكتة خالص، واضح إن أنا معرفتش ربيكي، لكن ملحوقة، أنا برضو حربيكي، بس بعد ما أثبتلك بالدليل، إن أنا أبوكي، وساعتها بقى، نقطع عرق الموضوع ده، ونسيح دمه، يا بابا، ما أنا عارفة إنك أبويا من غير حاجة، إيه لازمتو كلام ده دلوقتي بس؟ إيه تسبب الكلام ده؟ وعمل حسابك، بوكر الصبح أخدك، وعمل التحليل دي إن إيه؟ عشان إثبتلك إن أنا أبوكي، وإن الست دي، ست شريفة، أمرها ما غلطت، لا! قصد يعني ملوش لازمة موضوع التحليل ده خارج؟ ليه لازمة سيادة، لما موضوع يتعلق بشرفي، وبعردي، يبقى ليه لازمة ونص، وبعد ما يطلع التحليل، مش عايز حد فيكو يجيب سيرة الموضوع ده على لسانه، واللي حيجيبه على لسانه هتعاقله، تعالي معي سامي، أنا لازم أتصرف بأي شكل، إن شاء الله بيع دومي، مهم إن إحنا نخرج من المهزلة اللي إحنا فيها دي، هتصرف منين بس يا نبيل، ده إحنا يدوب نغطي مصاريف البيت، ده، ده غير المصاريف اللي بنساعد بيها الولاد كل أول شهر، والله ما أنا عارف، أنا حاسس إن في برج من دماغي حيتير، مش عارف اللي هي منين ولا منين، ولا يهمك يا حبيبي، لسورتين دولت، هجيبوا فلوس كويسة، هتخدهم وتتصرف، وربك هيفرجها إن شاء الله، بس يا سامي، مفيش بس، امسك، أي حاجة، ترخزة، قدام الأهم والأغلى. لا يخرب بيتك يا أدم، كله منك، يوه يا وسيلة، سيبيني في حالي بقى، وبعدين أنا لقيها منك ولا منهم، أنا مش عارفة إزاي طواتك، وتكلمت معهم في حاجة زي دي، يا ست ما أنا قلتلك نكفى على الخبر مجبور، وعملين أنا توكيل، بقولك إيه، انسى، أنا خلاص، لا هستلم حاجة ولا هامل توكيلات لحد، كيف هي قوي اللي جرالي لما طواتك وتكلمت؟ يا بنت ما فيش حد بيحبك قد، على ما أنت كان لازم تتكلمي، أنت هتفضلي ستة لغاية إمتى يعني، أنا لغاية متضايا حقيقة، ما أنت المتضررة الوحيدة؟ ما أنا مش أقصر أهلي عشان فلوس يعني؟ يا ستة هو أحد قالك تخسريهم، ولا هم هيخسروكي؟ نصيحة مني، بلاش تروحي تأمل التحليل مع أبوكي، إلا أنت بتقول له دي آدم، ما ينفعش طبعا، لازم أسمع كلام وأروح معاه، يا حبيبت انت لو روحتي عملت مع التحليل، ساعتها يحصل لنا مشاكل في استلام الثروة، مشاكل إيه يعني؟ أنت ليه متخيلة، أنا أصد ده ما روحوش حد بينخور ورانا عشان خطر يشكك في الوصية، وده لو حصل، هاي لها في الصروة كلها؟ يلهاف، أنا مش عايزايها أصلا الصروة دي، يووو يا وسيلة، كل من التعدي بخدو ترجعين عصر الورا، انت هنا يا أدم، بكرة الصبح أنا هروح أعمل التحليل ده، عشان تطلع نتيجة ونخلص خالص بقا، هو بابا ووسيلة تأخره كده ليه؟ لها المعند ربنا، أنا أعصابي تعبت قوي من نتيجة التحليل دي، إيه، انت شكة في النتيجة ولا إيه؟ لأ طبعا، أنا عارفة أن وسيلة بنت بابا، وحضرتك أشرف ستة في الدنيا دي كلها، بس يعني، بس إيه؟ الانتظار وحش قوي، حتى لما متأكدين من نتيجة، ده بالنسبة لكم، بالنسبة لي أنا متطمنة على الآخر، هاي نبي، حملت إيه؟ يعني ما انتش عارفة؟ وسيلة ما تلايتش بنتي،